علامات إن ظهرت عليك فألم أنك مصاب بالعين القوية فتابع المقطع إلى الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء إخواني أخواتي هناك بعض الناس لا يؤمنون بالسحر ولا يؤمنون بالحسد ولا يؤمنون بالعين مع العلم أنه ذكرهم الله أز وجل وذكرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الناس لا يؤمنون بالسحر ولا يؤمنون بالحسد ولا يؤمنون بالعين فنقول لك أخي الحبيب إن السحر ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله السحر لا يضر إلا بإذن الله والعين قال فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر سبقته العين وقال في حديث آخر فإن العين حق وقال في حديث آخر إن العين تدخل الجمال إلى القدر وتدخل الرجل إلى القبر هذا هو قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني أخواتي في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن الأعراض العين القوية هناك تكلمنا عن أعراض العين النفسية والأعراض الجسدية وهناك نتكلم بإذن الله عز وجل عن العين القوية وهناك بعض الأنواع من العين سنتكلم عنها في فيديوهات آخر إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذا الفيديو سنتكلم عن العين القوية إخواني أخواتي أول علامة من علامات العين القوية وهي إسفرار الوجه إسفرار الوجه بكترة ثانيا قلة التركيز هناك بعض الناس لا يركزون تتكلم معه ويقول لك ماذا قلت يعني ما كيكونش معك حاضر معك لعقل ديالو ما كيكونش حاضر ما كيركش مزيان حتى النسيان كينسب جزاف هذا كيكون إنسان مصاب بالعين القوية وكذلك الوسواس القاهري وكذلك الوساوس النفسية وكذلك ضغوطات نفسية وأمراض وهمية هذه الأمراض عامة تكون من العين ومن علامات العين كذلك وهي قلة النوم لا ينام ومن علامات كذلك العين وهو خفقان القلب وكذلك من علامات العين وهي تعطيل في الأمور الحياتية هناك بعض الناس يقول لك أنا أمسك المال ولن يبقى عندي مال أنا كيكون عندي الفلوس وما كيبقاوش عندي أنا كنا بغين تزوج ما كيسترش لي الله أنا كنا بغين نخدم ما كنخدمش أنا كنا بغين ندير شي حاجة ما كيسترش علاج فين كالي المشكل أخي الحبيب أقول لك إنك مصاب بالعين ويجب عليك بالرقي الشرعية في بيتك بنفسك كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما قال عز وجل في كتابه العزيز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من صورة البقرة كفتاه كفتاك من كل سحر كفتاك من كل عين كفتاك من كل شيطان كفتاه إخواني أخواتي هناك الأديد من العلاجات المذكورة في السنة النبوية والإنسان لا يطبقها لماذا؟ أنت تعاني من العين فطبق فتوكل على الحي الذي لا يموت ودعي الله عز وجل في التنة الأخير من الليل فهناك بعض الأدعي اللي قالها النبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشفي من العين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة إلى غير من الأحاديث وهناك بعض الناس كذلك يكون عندهم تقل في الذراعين تقل في الذراعين هذا كذلك يكون مصاب بعلامة من علامات العين إخواني أخواتي أقدم لكم محلول سحري يعالج جميع الأمراض النفسية والوساوس القهرية والنفسية كذلك والأمراض الوهمية وكذلك المدمنين على التدخين والقلق والأعصاب والنوم هذا المحلول سيفيدك كثيرا كثيرا في علاج العين إذا كنت مصاب بالوساوس وعندك وساوس وعندك وساوس قهرية أو وساوس نفسية وعندك ضغوطات ومدمن على الخمر ومدمن على التدخين فهذا المحلول سيساعدك بإذن الله سبحانه وتعالى على جميع الأمراض النفسية أو الوساوس القهرية بإذنه سبحانه وتعالى فإخواني أخواتي أي واحد احتج شي حاجة يتصل بين أبراد النمر هذه واللي بغى كذلك المحلول نصيفته له في أي بلاسة في المغرب أو حتى أوروبا نصيفته حتى الأوروبا أي واحد بغى شي حاجة يتصل بين أبراد النمر هذه إن شاء الله وقد نجاوبك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته